مرحبا لكم أعزائي ومشاهدين حلقة جديدة من برنامجكم حج عراقي رمضان كريم على الجميع ويا ربي أجر ثابت وصيام مقبول لجميع الصائمين نحن في هذه الفترة مستمرين حولة داعيات فيروس كورونا المستجيد نحن نحن نتعامل مع هذا الفيروس وبصراحة يعني لا أعرف شخصيا أحس شوية تصارك وتسرع بالقرار أنه يعني نحن لا سوين مثل الصين حظر تجوال عفوا شامل وتام ولا سوين مناعة القطيع أسوة في أوروبا وأمريكا لا أعرف شخصيا أمور مشت زينة وأنه صاركوا رفع وجزئي لحظر التجوال وإنه صاركوا معدل بالأصابات البارحة خليت الأزمة بالأمر الديواني 55 ارتئوا أنه حد الساعة 6 بدل الساعة 17 فرض حظر التجوال سنتحدث عن هذا الموضوع ويأي بالستوديو الصيدلاني كرار ضياء أهلا وسهلا بك كتور أهلا وسهلا بك كتور بخير الحمد لله رمضان كريم عليك طبعاً علينا وعليكم مع المشاهدين رمضان يخليك الله يسمعك قرار خليت الأزمة موفق له متسرع برأيك؟ والله منطقياً أنا أشوفه متسرع السبب لهذا القرار ضغط الجماهير اليسارة صح اليوم يوجد الكثير من الناس بدأت تقول ما شفت واحد مصاب بكورونا ما شفت واحد ميت بكورونا ما كواحد من عائلتي بكورونا يعني إلا نشوف العالم بشارع الإعلام ضعيف؟ الإعلام مزارة الصحة ضعيف؟ الإعلام لا ترى الناس المصابين برأيك؟ الإعلام مقتصر على أنه اليوم أنا نزل إحصائية مثل ينزلون إحصائية الساعة الثمانية الصبح وثاني يوم ينزلونها ساعة الثمانية بالليل مثل هناك فرق اثمائية الساعة هذا أم يؤدي له فرق بالعدد ما كفت توجه ثابت في بالأعداد وجاين نشوفك وناس استغلت هذه الأزمة سياسياً بعض القلومات الإعلامية استغلتها سياسياً تريد تعبر عليه أنه سياسي بموضوع الصين وأمريكا وغيرها سياسياً الآن بعد صنعنا نقدم أمر واقع والباحة أعتقد أثمانين صعبوا عندنا والله استرى النجال الآن هذه المعدلات للأيام التي كانت بها قبل الحضر قبل الحضر رفعت جزئياً كيف ترى التزام المواطنين؟ هل ملتزم بالرشادات الوقائية؟ بالابتعاد عن التواصل الاجتماعي؟ نقدر نقول 50% ملتزم 50% الثاني أصلاً لا نصدق بقضية وحتى من كان الحضر موجود يعني اللي شفتها بس ببغداد ماكو التزام باقي المحافظات التزام موجود حتى لو نقول مثلاً ما خائفين أو شيء بس ملتزمين بالحضر اللي شفتها بغداد ماكو التزام يعني ملتزمين بالحضر الحاصمة هي القدوة المفروض القدوة وواصلة مرحلة من الوعي أعتقد أفضل من باقي المحافظات ونحن لا نصير قبل هذه الأزمة حتى نتكيف معها ونحن لا نعرف موسى يعني التكيف معها ونحن لا نعرف موسى ونحن رحلت صلاح الدين يعني بلد سيطرة أول سيطرة يسمى السيطرة الشيخ إبراهيم التي قبل الدجيل ما خلنا نفوس يعني معلماني الدوامي بالدجيل بصلاح الدين نفسه موسى الفوتوني وموسى الفوتوني وموسى وتعفير السيارة وتعفير إليه وبحصة دراشة حرارتي والمنتسبين ميفوتون المحافظة يعني أكو التزام فضيع بحضرة الجوال ليشي من السيطرة لتشوف الناس منتزمين يعني من قاله سيارات الكيية مثلا يصعد بيها بس ثلاث نفرات أكو بوكي يصعد ثلاثة ببغداد هو عيشت على هالنفر هذا شون يصعد ثلاثة يعني وكأنما يعني إرادة يمررون أنه يخلي الرفع بأي طريقة لنوقظات على وزير الصحة أولا على وزير الصحة وعلى الدولة كامل يعني وأنا أشوفه حتى يفرغون ضغط معين لأنه حتى لا يصبح مثل باقي دول العالم اللي يكسروا الحضر وطلعوا للشارع وطلعوا للشارع فأنا أشوف الحضر راح يرجع وراء وراء أسبوع على الأقل يعني ممكن يصبح يرجع شامل وعام؟ هو ممكن لازم يرجع تام لأنه هسنا جاي نشوف ارتفاع بمعدل الإصابة والحضر صار الأسبوع زين وراء أسبوع راح تبين نتائج صح من تبين نتائج برناح شبه هنسوي اصلاً لا عند مؤسسات صحية تقدر تحتوي عدد شبير مثل باقي لا نحن بإمكانيات أمريكيا وإيطاليا ولا بإمكانيات الصين صح زين يعني اليوم شهر رمضان المبارك إن شاء الله يا ربي نعاد بالصحة والسلام على الجميع ماذا ترى التواصل بين الناس؟ هل الناس يعني يعترفون أنه فيروس ووباء خطير لو لا الناس ممكن تروح حتى أثناء فترات منع التجوال تفتر تروح مقاهي هو حاليا حضر التجوال مطبق بس أنه لا تتلع من المطقة زين وتعرف المناطق هي شبيرة التواصل مضال بين الأقارب وهذه عدد القلة القليلة التي ملتزم حتى لم يرى الشارع كيف وضعهم عندهم شخص واحد يخرج يقضي حوائج البيت ويرجع باقي العوائل لا أرى التزام الشارع هنا منور ويخرجون بالشارع ومعني بالباب يعني دومنا وطاولي دومنا وطاولي هم سدوا القهوة وصلاة القهوة القهوة باب البيت زين المرحلة الجاية ما ستكون هل سيكون ارتفاع بالأعداد لو سيكون مع تزاوية مع ارتفاع درجات الحرارة وخصوصا البرحة منظمة الصحة العالمية أو خليت الأزمة بأمريكا تقول أنه درجة الحرارة تقلل من فعالية الفيروس أول شيء نحمد الله ونشكر على أن نحن من دول عالم الثالث هي صحة مو حلوة بس هذه افادتنا هاي لا عندنا تجمعات مثل الدول المتقدمة ولا تبادل تجاري وسياحي موجود بين الدول وعدنا لقاح بي سي جي هم الدراسات الجديدة قالت أنه يخدم بالقضية سبعين بالمئة من اللي شافه هم ملقحين بالبي سي جي فإحنا بيانيا ماكو في الشي ثابت لا تصاعد ولا تنازل البيان ما لتنا مخربط بالعراب لأنه كو هاي ناس متروح للفحص صح أكو واحد اليوم مرة صارت حدها أعراض ما يودوها أكو أكو ما يعني ما مهتم للقضية أصلا نحن نريد أن نكون متفاعلين بس ما جاء يشوف شيء يدعو للتفاعل دوام الكوادر الصحية حاليا في هذه الفترة كيف يحدث يعني هل ملتزمين أيضا بلبس الملابس الكاملة الوقائية أم هم يعني الآن أعتقد حتى البصمة لغوة مزارة الصحة المستشفيات اللي جاء يصبح حجر أكو التزام تم أما باقي المستشفيات اللي تجيها مثلا أكو ناس مقعدها عليهم يجيها يدخل لها أكو التزام يعني هم مرتدين الكمامات والمسكات أصابوا بفيروس وعدوا مراجعهم بس الحمد لله في العراق يعني حاليا عندنا بس حالتين بس حالتين بس خارج العراق صارت لك هواي حالات من هذا الشكل سؤال أخير نحن أكو مشاكل حول الأرقام يعني مثلا يقولون الوفيات بالنسبة للإصابات الرقم ممنطقي يعني مثلا نشوف مثلا مصر مصر عندهم 3500 إصابة وبالمقابل عندهم أعتقد 60 أو 70 حالة وفاة ولكن إحنا غير الشكل نحن لدينا ألف إصابة و 600 شفاء و حالة وفاة واحدة هذا الرقم يعني مراتي سر هو يدعو للشك حتى الإحصائيات أنا لا أرى صحيحة لأنه أنت جاي يجمع كل الإصابات بما فيها الشفاء والوفاة يعني كلها جاي يجمع ليش ما أناقص الشفاء و أخلي أخلي الوفيات ما يخالف راح نشوف أكون فرق كل الشبير أنا بالنسبة لي أشوف الإصابات كل الزيينة يعني ما نعمل أنه تكثر بس أكو بقد هاي الإصابات موجودين ببيوتهم ما رايحين الوزارة الوزارة يعني يوم نتفائل و يوم نشاء وهو أيضا فعلا البارحة هذا الرقم كان عالي لأنه أول بارحة صارك وسحب لألفين عينة بس البارحة صارك وسحب لأربعة آلاف عينة فمارات من يزيد عدد الفحص عدد الفحصات يزيد الإصابات نتمنح أن تفتح مراكز أكثر بمرحلة الجاي وكي خطة طبعا وكل يخضعون الفحصات إن شاء الله يا ربي إن شاء الله أنا أستعد بحضورك يا دكتور كبار أنا أمورتني جدا أنا أمورتني جدا الله خليه أعزائي المشاهدين نحن هذه المرحلة الخاطرة مشينا بها خوش مشي بالبداية بصراحة وقلنا نحن وصلنا مرحلة صار عددنا مستععش أصابة قبل يوم من أنهما يصر حضر التجوار الجزئي يعني أتمنى إذا صار أكو لا سامح الله وتم قال الدكتور كهرار أنه رح يصر أكو زيادة في عدد الأصابات وبصراحة هو هذا واقع نتيجة لأنني سجئت للستوديو أتفاجئت لأنه كزدحامات كل شيئة الناس ملتزمين بالإرشادات يعني كل شيئ نادرا واحد يلابس ويقولون خليط الأزمة لازم الشخصي ارتدي كمامات وقلوبز والمرور في الشارع جزء بهم ملابس والجنود احتمال من الجزء ملابسين والمواطنين كل شيئا ملابسين على التزمين وما لا تكون الناس يقول حقهم لأنه إذا تشتري باكيت 25 ألف دينار ونحن صارنا 50 يوم 40 يوم بدون شغل لدو لطتتنا فلوس ولطتتنا الحصة وبالتالي المواطن حقها إذا لم يلتزم ولكن ما يلتزم يتغرب مئة ألف لذلك إذا لم يكن لديه 25 ألف يشتري إذنى مين سوف ينطل مئة ألف في الدولة فبصراحة صارت تخبط وحتى بالقرارات نتمنى أن خليط الأزمة شافة الوضع صار خطير يعود فرض حضر التجوى وصلت إلىكم من نوع الحلقاتنا هذا اليوم انتظروني بالحلقات القادمة مع السلامة